بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد يقول المصنف رحمه الله باب كم يمسح على الخفين قال أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله قال أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن القاسب بن مخيمرة عن شريح بن هائني إن قال سألت عائشة عن المسيح على الخفين فقالت سلبن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا علي فقال للمسافر ثلاث وللمقيم ليلة طبعا هذا حديث عظيم جدا فيه مسائل كبيرة لكننا بعدما ننتهي من الباب إن شاء الله نجمل ما فيه لكن هو الكلام على التقيد في مسألة المسح وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن عمر بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هائني إن قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وليلة للمقيم وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمر بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما للمقيم فأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعله خمسة وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما للمقيم وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في السفر ألا ننزع أخفى فنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من نوم وغائط وبول وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما حاجتك قال قلت جئت أبتغي العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب علم إلا وضعه المنزل إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع قلت جئتك أسألك عن المسح على الخفين فقال نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثة إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا مسيرته سبعين سنة لا تغلق حتى تطلع الشمس من نحوه وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر قال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة وهذا إسناد مهم جدا إسناد الكوفي هذا وفي ثلاثة من التابعين من الأهمية بما كان أنه قد ورد عن عمر الخطاب أنه قال بإطلاق المسح لا بالتأقيد وهذا الحديث عن عمر فيه التأقيد سنبين إن شاء الله في نهاية الباب وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن عيينة عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوانا فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنتم رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك هل سمعت منه في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قلت له أسمعته يذكر الهوى قال نعم قال أسمعته يذكر الهوى قال نعم بين أنا معه في مسيرة إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري بصوت جهوري أو قال جوهري ابن عيينة يشك قال له يا محمد فأجابه بنحو من كلامه فقال مه أرأيت رجلا أحب قوما ولم يلحق بهم قال هو يوم القيامة مع من أحب قال فلم يزل يحدثنا حتى قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه سبعون سنة فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض لا يغلقه حتى تطلع الشمس من نحوه وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب الجهني قال كنا بأذر بجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا وقال عبد الرزاق رحمه الله عن محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة أن نخلع الخفافة في كل ثلاث وقال عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان كان يقولان يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن الحارث بن المستلق قال سافرت مع عبد الله بن مسعود ثلاثا إلى المدينة لم ينزع خفيه وقال عبد الرزاق رحمه الله عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال للمسافر ثلاثة أيام يمسح على الخفين وللمقيم يوم قال أبو وائل وسافرت مع عبد الله فمكث ثلاثا يمسح على الخفين وقال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس في المسح على الخفين قال ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال أخبرني أبان بن صالح بن عمير أن ابن شريح أخبره أن شريحا كان يقول للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث ليال وقال عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال امسح على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت لهما وقتا هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف لتعلم أغلب الأحاديث التي جاءت على عدم التأقيد أكثرها ضعيفة بل فيها أحاديث فيها متهم وفيها من هو ضعيف جدا وأكثر أحاديث التي جاءت عن عمر الخطاب كلها هالكة لا تحتاج بها مالك وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول يمسح الرجل على خفيه ما بدا له ولا يوقت وقتا نعم هذا طبعا أخبرني من سمع الحسن الجهالة تضر بالسند ولن ترد إسنادا مستقيما يتكلم على عدم التأقيد في حال من الأحوال وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن مثله انتهى الباب هذا فيه أثار كثيرة عن الكوفيين وعن المكيين وعن أيضا المدنيين الأصل بأن نقول الأثر الأول من الأهمية بمكان لما سؤلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن المسحة القفيني وهي من أعلم الناس به أيضا لكنها كانت تقول كأنها تقول أن أعلم المسحة في الإقامة أما في السفر فلابد من المرافقة ثم أحالت على رجل أولا قالوا في بينها وبينها إحن لأنه كان عندما استنصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له علي بن أبي طالب أن نساء غيرها كثيرات واسأل الجارية تصدقها فأخذ بالمشهورة وسألت الجارية لكنها لم يطلق وأن علي قال أن نساء غيرها كثيرات يعني يشطلقها وقالح نفسك طبعا علي بن أبي طالب نظراته كانت نظرة إلى الاهتمام بالدعوة هذا الأهم وحقا وإن كانت هذه النظرة لكنها ليست بالصحيحة السديدة لذلك كان عند عائشة شيء من علي بن أبي طالب ومع ذلك الإنصاف عزيز لما سئلت قالت أعلم الناس بذلك ومن علي وأحالت عليه هذا الأدب الذي نريده اليوم هو الإحالة على الأعلم وهذه بعض الرماء قالوا أنها من الأدب الأدب المهم وبعضهم قال هي من الواجب الشرعي وبعضهم قال هي من الواجب الأدبي يعني بعضهم يقول هذا واجب أدبي إلى الإحالة على الأعلم وإن كان في العلم غنيا في الذي دون العلم لكنه يستطيع أن يحكم إلا فسليمان كان أعلم وبعضهم قال هذا من الأدب من الواجب الأدبي التقدم بين هذا من هو أعظم منه أو أعلم منه أو أتقم منه علما كما قال أحمد عندما كان عند خلف الأحمر وسألوه قال كيف وخلف معكم تعلمنا أننا نتكلم بين يدي الكبراء وكما قال سفيان بن عيينة قال علمؤنا علمونا أننا نتكلم بين يدي كبرائنا لكن هنا عائشة رضينا أرضها بالإنصاف العظيم أحالت على علي بن أبي طلب أنه كان الأتقن وكان الأعلم لأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحالت عليه وعلي بن أبي طلب من أعظم الناس علما بالمسح ولذلك تكلم بالتأقيد والحديث الذي جاءت للأصلاف الصحيح أنها على التأقيد وحديث صفان بن عسال جاءت على التأقيد وفي الحديث حديث صفان طبعا حديث ذر بن حبيشي لما جاء صفان بن عسال في الحديث لو أعرشته إلى أتى بأسانيد ثلاثة أو بإسنادين من الأسانيد أتى به في وسط الإسناد عصام عاصم من أبي النوجود عاصم من أبي النوجود وأن كان من القراء وأن كان من الحفاظ لكنه كان ضعيف الحديث كان ضعيف الحديث لم يكن بالضبط لم يكن بتمام الضبط لكن العديد في الإسناد أنه قال ذر بن حبيشي يقول له صفان قال له صفان ما الذي أتبه قال لأتعلم فانظر كيف رحب به مرحبا بوسية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة وضحة جدا على أنهم كانت الرحلة عندهم في طلب العلم من أعظم ما يتقربون به إلى الله للا في علام قال جئت لأتعلم قال جئت لأتعلم ثم بيين أنه أن الملئكة تضع أجنحتيها رضا لطالب العلم بما يصنع وعندنا الحديث ظاهر جدا بأننا السلام قال دماء العلماء مداد العلماء خير عند الله جل وعلا من دماء الشهداء هذا هو بالنسبة للمسألة التأقيد هنا جاءتنا أثار على أنه قال امسح ما بدلك وفيها الإطلاق وكل هذه الأحاديث التي جاءت بإطلاق التأقيد أنه لا تأقيد بإطلاق المسح كلها ضعيفة لم تثبت بحرم الأحوال وإن كانت كسرة جاءت أسانيد كسرة وهذه الأسانيد الكسرة يعني لو على مدمار المتأخرين كالسيوطي وغير السيوطي يقول أنها يتعادت بعضها ببعض في ترتقي الحجوم الصحيح أنها يضعف بعضها بعضا لأن أسانيد مفاش ليس فيها من الرواية التي لا نقول أنها لا يعتمد على تفردي فقط بل هو هالك فأسانيد يضعف بعضها بعضا والصحيح الراجع على سيامة أنها مخالفة للسحاح التي أتت في تأقيد المسح والسيامة أن الرخص أصلا هي رخص فالرخص لا بد أن تكون مؤقتة كيف تكون رخصة ولا تكون مؤقتة فإذا الأصل في ذلك التأقيد في المسح وقد أقت المسلم بيوم وليلة في المسح المقيم وثلاثة أيام بلاء لهنة للمسافر هذا الأصل الأصيل في هذا الباب